نقدم لكم عقد النهاردة من المرجان الأحمر كنا قدمنا واحد قبله بس كان دونه مختلف شوية على أفتح سنة ده أغمأ الأحمر القاني لأن الأحمر في المرجان كذا درجة الأحمر القاني وفيه شغل بالفضة وشغل أحجار كريمة راجبة في الفضة فالعقد اللي جاي ده خطير اللي احنا نقدمه النهاردة وبنتكلم تاني عن المرجان كده بطريقة مبسطة شوية غير كل مرة بس هنقدم جديد يعني كل مرة احنا اتكلمنا عن مرجان مرتين أو ثلاثة دي التالتة ممكن النهاردة هنقدم جديد في المرجان احنا بنقول طبعا المرجان سعره ايه؟ قلنا ان هو ممكن يوصل ب250 دولار للجرام وفي مصر ممكن تلاقيه ب300 و500 و400 بأشكال وألوان مختلفة لكن هو سعره ممكن يصل الى 4600 جنيه مصري بمعادر 250 دولار للجرام الواحد طبعا الشارع بيبقى من تجار الأحجار الكريمة او من السايغ محدش تشتري من غير دول يعني تجار الأحجار الكريمة معرفين اليوم اماكن والسايغ ليه طبعا المحل بتاعه اللي بنتكلم تاني بنقول مرجان هو احد اكبر الأحجار الكريمة اكثرها شهرة على او اكبرها شهرة على الرغم من انه لا يعتبر معدر لكنو احنا ايوانا عدوي المرجان من اقدم المواد العدوية المستخدمة في صناعة المجوهرات الطبيعي ولدي سعر حجر الكريم لدي سعر زي سعر الحجر الكريمة الغالية زي الماس وزي يعني سعر غالي برضو بحاول اختصر معاكم يعني بقول المستعمرة اللي بيطلع فيها المرجان بيقول هي مادة المرجان الأحمر هي البنية الصلبة للمستعمرة المرجانية وتعطينا شكلها المألوف وتتكون هذه المادة من ابر حمراء صغيرة بفرزها حجوان المرجان وبعد يفرزها بتلتسق هذه الابر ببعضها البعض هذه عبارة عن فلات فردية يستخدم كل منها في التصنيع يعني هي اجتهادات فردية كل واحد يقدر ياخد دي يطلع منها ايه بالنسبة للناس يعني السائغ طبعا بيعملها بطريقة جميلة جدا بيطلع منها طبعا زي الحبيات اللي بتعمل منها الوقود والحاجات اللي هنشوفها النهار ده بينمو شجر المرجان في قاع البحر مع الأخصان الخضراء زي العروخ والأخصان تراوح ألوان المرجان ما بين الأبيض والوردي والأحمر الغامق والأحمر الوردي والأبيض الوردي ألوان كتير برضو بحاول اختصر الكلام اللي نتكلمنا عن مرجان كزمر حجر المرجان بألوان مختلفة يوجد ولكن ولكل منها قوة وكسافة مختلفة وأمها مرجان الأسود ومرجان الأسود هو شعاب مرجانية تنتمي لفئة تعائلة السريات ذات لون الأسود يوجد حجر المرجان بألوان مختلفة ولكن كل منها قوة وكسافة مختلفة وأمها المرجان الأسود وهو شعاب مرجانية تنتمي لفئة تعائلة السريات زي ما قلنا بقول اللون الأحمر احنا بنقول اللون الأحمر في المرجان ليه يعني ايه السبب؟ السبب في ظهوره باللون الأحمر بالدرجات يرجع إلى أكسيد الحديد الموجود به يستخدمه القريق والرومان والأمريكيين الأصليين نظل لقيمته وتوجد أفضل أنواع مرجان أحمر في البحر اللبين المتوسط وإيطاليا هونغ كونغ دول الأماكن اللي هي المنتجة الرئيسية للمرجان البحر الأبيض في إيطاليا أكتر مكان وهونغ كونغ أكتر مكانين بينتجوا المرجان طبعا المرجان قلنا صفاته وخصصه قبل كده احنا بنقول برضو صفات بسيطة الشجاعة الحماس حجر المرجان بيحرر الرغبة ويقوّل حدث طبعا يساعد حجر المرجان في التغلب على الكسر ويزيد من حيوية الشراء الفرد وبيقلص الإنسان من أشياء اللي بتمنعه من تحييق أهدافه بيساعد في الصحة النفسية ولهو أثار إيجابية بيمنع الحاجات السلبية طبعا أكيد سعر الحجر المرجان تاني بنقول إن سعره يرجح سعره لـ 4500 جنيه مصري ممكن يبقى 300-400 جنيه لجرام ويمكن أن يصل إلى 250 دولار طبعا مكتوب جنب 4500 أيام كان الدولار طبعا أقل من كده هو يوصل إلى 250 دولار يضرب في 30 بلاش 35 يعني طيب إحنا النهاردة أهم نقطة اللي أعز أكلمكم فيها دلوقتي اختبار حجر المرجان إذا أعرف حجر المرجان ده أصلي ولا لا؟ هو هلا قيل اختبار جميل جدا بقول هاد كوباية من حليب وحط فيها حجر من أحجار المرجان إذا كان الحليب لونه بقى أحمر يبقى حجر من مرجان ده أصليه لأن لو الحجر ده إزاز أو أي حاجة تانية استحالة استحالة تصبغ اللبن لكن في اللبن الحليب بالزاد بيتحول إلى لونه الأحمر وفي ناس ثاني قالت الكوركم يعني الكوركم ممكن تجيبه تحط الحجر بوسط الكوركم تبس لقي الكوركم أخذ اللونه الأحمر بس هل الحجر بيتأثر أو لونه بيتغير؟ لا بيبضل لونه عشان برضو اللي بعارفين مش مش هي سابغة بتطلع منه تخش في حاجة تانية ويبقى يا باباتان لا بيبضل برضو شكله الجميل بس بيدي لون للحجر محيطة خاصة لللبن في ناس ثاني سكركم أقدموا كل النهاردة العقد الجميل ده عبارة عن عقد من المرجان الأحمر في كذا تطعمات بالفضة وتطعمات بالأحجار الكريمة والسعر قلنا 150 دولار طبعا وقت البيع والشراء فيه مفاوضات تحت عمركم برضو بأصلكم صاحب الحجر إنه هو الصديق العزيز اللي قال ليقدم 30 قطعة على طول شهر رمضان منها القطعة دي واللي فات وكل النهاردة واللي فات كله للبيع واللي يساعد معانا هياخد كوميشن كواز جدا مش أقل من 5% من سعر الحجر اللي هو تسبب في بيحها اللي هو ساعدنا في بيحها يعني برضو اللي تتصل زي ما قلنا كل مرة على رقم 01551755 0740 وتحت عمركم واستمتعوا بجمال العقد الجميل ده وقولوا صاحبه مرسي على أن انت خليتنا تفرجنا على الحاجة دي